كاين بعض الأشخاص يعني أصبع عندهم الشك يعني ينفوا يعني ينقريب عادي يعني يبدأ يشك ويبدأ يقول لك بارك عندي الفيروس وسويس بزاف احنا رأنا نهدوا ما يقول لهم لا إفراطة ولا تفريط يعني ما يطلق هاش إنسان كامل ويديره شي حب ومثاني ما يزيرش إلى درجة وين توليل عنده وسويس كاين اللي تقول لي منش نرقد كاين يقول لي أني نحوس على المسكينات باش نرقد كاين من ناحية الخوف وقع يدير كل عشر دقائق يديرني طواج للدار لا جافي لو دير حالا قريب كما قلت يشربوا كورونا يصيب الجزائريين بأمراض أخرى من شدة الهلاع الوسوس القهري والشعور بالمرض دون سبب خاصة إن كان المعني مصابا بأعراض الفلوانزا من جراء الكورونا يجيب أمراض نفسية إلى كان عنده إلى كان ما تواصلش معنا يعني ما تواصلش خاصة من جانب النفسي وسويس القهري نسموه يعني يبدأ معروح هو ما عنده حتى مرض الأمر من هذا كله مع الحجر المنزلي إن ظلق الجزائريون على أنفسهم وكبار السن لم يتقبلوا فكرة عدم الخروج أما الأخرون فأحاطوا أنفسهم بالإشاعات وسط غياب التواصل وكاين مرحلة أخرى أكثر من الحجر الصحي هذا لسيجي أجي كيلي متقبلوش قول كيفاش أنا ما أخرج من الدار تقول له خرج إلا للضرورة كيلي عندهم أسئلة لي يقول لك أنا يا ذوك عندي دوات تاعت 3 شهور سوتي لي مالادي كرونيك هادو كمالي كونسين بكو بلوس نحن نوعيهم عن طريق نعني نتحدثوا معهم نبينونهم باللي هذي سويا بريود وجوز تعاني نقول لك الشعاني ويعاني والأنهم أولا كما قلت أنتي ما يتواصلوش ثانيا كاين بزاف أشخاص يعطلهم شائعات يقولوا راك تسعل وممكن يكونوا ش الأعراض بس كلي يعطس أصلا بسي شيك يبدأ يقولوا لا لا ومبعدوا عليك ومترك هكذا خاصة في المنزل جانب الطبي عنده تأثير ولكن جانب نفسي أكثر لأنه الوسوة سيلا جاك تبقى في الدار أنت يحتل محيطين بك في الدار يقولوا يمرضوا كما أنت العلاج النفساني لكورونا حلقة هامة قد تجنب الكثير فالراحة النفسية عامل هامة لتفديئة لصابة بالمرض وحتى نصيب الشخص يتمكن من التغلب عليه بالإرادة